ما الدليل على وجود الله وما الحكمة من خلقه للعباد جيم أما عن أدلة وجود الله فهي واضحة لمن تأملها ولا تحتاج لكثرة بحث وطول نظر وعند التأمل نجد أنها تنقسم إلى ثلاثة أنواع الأدلة الفطرية والأدلة الحسية والأدلة الشرعية أما الأدلة الفطرية فإن كل إنسان يحس من تلقاء نفسه أن له ربا وخالقا ويشعر بالحاجة إليه وإذا وقع في ورطة عظيمة اتجهت يداه وعيناه وقلبه إلى السماء يطلب الغوث من ربه قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها وأما الأدلة الحسية فمنها وجود الحوادث الكونية وذلك أن العالم من حولنا لا بد وأن تحصل فيه حوادث فمن أول تلك الحوادث حادثة خلق الأشياء كل الأشياء من شجر وحجر وبشر وأرض وسماء وبحار وأنهار فإن قيل هذه الحوادث وغيرها كثير من الذي أوجدها وقام عليها وأعطاها ما يصلحها ويؤمن بقاءها فالجواب إما أن تكون وجدت هكذا صدفة من غير سبب يدعو لذلك فيكون حينها لا أحد يعلم كيف وجدت هذه الأشياء وإما أن تكون هذه الأشياء أوجدت نفسها وقامت بشؤونها وإما أن يكون هناك موجد أوجدها وخالق خلقها وعند النظر في هذه الاحتمالات الثلاثة نجد أنه يتعذر ويستحيل الأول والثاني فإذا تعذر الأول والثاني لزم أن يكون الثالث هو الصحيح الواضح وهو أن لها خالقا خلقها وهو الله تعالى وهو سبحانه الذي أعطى كل شيء ما يصلحه ويؤمن بقاءه وهذا هو عين ما جاء في قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون وأما الأدلة الشرعية فهي وجود الشرائع قال الشيخ ابن عثيمين جميع الشرائع دالة على وجود الخالق وعلى كمال علمه وحكمته ورحمته لأن هذه الشرائع لا بد لها من مشرع والمشرع هو الله عز وجل وأما لماذا خلقنا الله فالجواب أنه خلقنا من أجل عبادته وشكره وذكره والقيام بما أمرنا به سبحانه وذلك بعد أن أوضح السبيل لكل أحد قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون